منذ اللحظة التي لفظت فيها المناطق المحررة الأرتال العسكرية للانقلاب انتظر اليمنيون أن تملأ الدولة الفراغ الأمني والمؤسسي بعد التحرير لتبعث رسائل اطمئنان لها علاقة باستعادة الدولة اللافتة العليا للمقاومة اليمنية المسنودة من التحالف العربي فكرة الأحزمة الأمنية التي تبنتها بعض دول التحالف بقوة وتسعى لتطبيقها في المحافظات اليمنية تحت لافتة قوات النخب النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية وغيرها كانت الضربة الرأسية التي وجهت لحضور الدولة في المناطق المحررة خصوصا في أكثر المؤسسات حساسية المؤسسة الأمنية الحزمة الأمنية التي تم فرضها في محافظات بعينها لم تلقى قبولا في محافظات تابعة التجربة في بعض المناطق المحررة ورأت أنها مشروع لتقويض حضور الدولة وإلحاق الأذى بالحقوق والحريات خصوصا بعد الحديث عن السجون السرية والاختطاف والتعذيب وبحسب متابعين فإن العمل خارج إطار شرعية وجسم الدولة يشكل خطرا على مستقبل الأمن والاستقرار وبالذات في ظل انتشار الأجهزة الأمنية والتشكيلات غير النظامية التي تبرز كعبء مؤسسي على كيان الدولة وتحضر قطر في نزاع على صلاحية السلطة الشرعية تناقض فكرة التشكيلات المسلحة مع فكرة دعم الشرعية التي تدخل بموجبها التحالف في اليمن تضع أكثر من علامة استفهام على مسلك التحالف العربي الذي رفع لافتة إسناد اليمن في استعادة الدولة بينما يدور على الأرض مسلك مختلف عن الأهداف المعلنة عقيدة وولاء تلك التشكيلات للخارج يخلق بؤر حساسية وتوتر مع السلطة الشرعية والطرابات قد تنفجر في لحظة معينة داخل جسد الدولة الشرعية وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بمستقبل تلك التشكيلات في حال انتهاء الانقلاب وعودة السلطة الشرعية محافظات من بينها تعز ومأرب كانت لها مواقف واضحة من فكرة الأحزمة اليمنية فيما تظهر العديد من المحافظات تململا واضحا من الفكرة التي يراها متابعون تهديدا مباشرا للكيان الأمني للدولة اليمنية